للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الدكتور عبد الحكيم القرارة أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور معنا بالأمس مستشفى الشفاء ومن قبله مستشفى المعمداني واليوم أيضا المستشفى الاندونيسي ماذا يعني قصف المستشفيات بالقانون الدولي؟ مساء الخير ستي مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناة التغيير بالتأكيد هذا الإجرام الإسرائيلي والشطط الإسرائيلي لا زال مستمرا في استهداف العيان المدنية من مدارس ومستشفيات ومن خصوص المستشفيات هذه ليست المرة الأولى استهدف الكثير من المستشفيات ومنها كانت مجزرة المستشفى المعمداني ابتداء ومن ثم استهدف محيط المستشفى الميداني الأردني والمستشفى الاندونيسي فهو يعني آلة الحرب الإسرائيلية لا تبقي ولا تدر ولا تترك شبرا إلا وقصفته في أرض غزة ولذلك هذا يعني هو تجسيد لانتهاكات فاضحة وصارخة للشرعية الدولية ولكل المواثيق الدولية والأخلاق والإنسانية لا يجوز بأي حل من الأحوال استهداف العيان المدنية أو المدنيين لكن نجد أن هذا الكيان يضرب بعرض الحائط كل الأخلاق والقيم الإنسانية وحتى القانونية كل هذا مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتفاقية الجينيف الرابعة التي تنص على عدم استهداف الأحيان المدنية أو المدنيين نحن نرى وشاهدنا أن جل الشهداء من الأطفال والنساء ومن المدنيين فبالتالي هذا يعني هي آلة إجرام وانتهاك فاضح وصارخ للقوانين والشرعية الدولية باستهداف هذه المستشعات ما زاد من المأساة والكارثة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة دكتور عبد الحكيم من الذي حققه الجيش الإسرائيلي بعد 45 يوما من اجتياح قطاع غزة يعني بالتأكيد في الظروف الميدانية أختي الكريمة يعني لازالت الأمور غامضة يعني مما يردنا من معلومات آنية ليست يعني كل المعلومات تردنا ولا نعرف بتفاصيل الأمور دقيقة من نجهة نظري الموضوعية فبالتالي نحن اليوم أمام أن القوات الإسرائيلية هو قصف ركزت على القصف الميداني والمدفعي دخلت في حرب برية منذ أيام لكنها لم تحقق شيئا لغاية اللحظة هي لديها أهداف معلنة ربما تريد بطريقة أو بأخرى أن تحققها ولكن في النتيجة نهاية لم تصل لتحقيق أي من الأهداف هي فقط ما نراه نتاجات هذه نستطيع التقاط ما حققته هي نتاجات كارثية وإنسانية فقط تستهدف المدنيين والأطفال والنساء على الجانب الميداني العسكري لا نرى أنها أحدثت ربما مخاطر كبيرة أو أحدثت خسائر كبيرة في القدرات التسليحية لحركة المقاومة الإسلامية حماس فأنا يعني بوجهة نظري البسيطة أنها لم تحقق شيء على الميدان والكل يشاهد ويتابع أنه فقط قصف جوي قصف يعني قائم على الإجرام لا يميز بين مدني وعسكري وعلى حتى الحرب البرية كان هناك تردد كبير يعني الكل يعلم ذلك هي عبارة عن مناورات مناوشات كر وفر ولكنهم على أرض الميدان لم نستطع حاولوا ربما إرسال رسالة أنهم حققوا نصر في موضوع مجمع الشفاء ومستشفى الشفاء ولكنه في النتيجة النهائية في الأبعاد الواقعية والمنطقية لا يعد نصرا ما حققته آلة الحرب الإسرائيلية نعم دكتور الحوثيون في الأمس قاموا بالاستلاء على سفينة في البحر الأحمر هل المعطيات تشير إلى أن الحرب ستمتد في المنطقة وسيتسع إطارها باعتقادك يعني أعتقد هذه يمكن تحذيرات كبيرة كانت الدولوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملكة تحذر من اتساع رقعة الصراع فلذلك في هذا الإطار يعني تشعب الأطراف الموجودة الحالة الكارثية الإنسانية الموجودة والتعاطف مع الشقاء الفلسطينيين لقاء ما يتلقوه من إجرام وشطط وجنون من قبل آلة الحرب الإسرائيلية يعني يدعو الكثير من الأطراف للاشتباك كنا لك دائما استهداف للمصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية في سوريا في العراق والحوتين يعني يطلقون صواريخ عبر القارات وصلت في أكثر من مرة إيلات فلذلك يعني ومناوشات في الجبهة الشمالية مع حزب الله أعتقد أن هذا الأمر في ظل هذا التصاعد وفي ظل هذه النتائج الكارثية الإنسانية التي تجري للأشقاء الفلسطينيين والمجتمع الدولي لا يتحرك والأطراف الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأوروبية تدعم وتمنح الضول أخضر ودعم لا محدود ولا متناهي لآلة الحرب الإسرائيلية أنا أعتقد إلى حد كبير ستتعقد الأمور يوما بعد يوم وستتسع رقعة الصراع وهذا له ارتدادات على أمن المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين الأمين العام للأمم المتحدة يطالب ويدعو بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لدواع إنسانية لماذا لا تستجيب القوات الإسرائيلية لهذه الدعوات باعتقادك يعني أختي الكريمة بالتأكيد أن الشرعية الدولية حاولت المجموعة العربية والدبلوماسية العربية وبالتشارك والتنسيق العالي المستوى ما بين الدول العربية في إطار استصدار قرار في مجلس الأمن ولكن هذا غير موجود ومحال بوجود البيت الأمريكي لاحظنا ذلك مرارا وتكرارا ولا على أكثر من مرة التجأت الدبلوماسية العربية إلى وقدم الأردن بالنياب عن المجموعة العربية في الجمعية العامة واستصدرت قرار وتبنت قرار بإدانة كل ذلك وإدامة وصول المساعدات الإنسانية بالتأكيد هذا الأمر يعني لكن المشكلة أن هذا القرار غير ملزم في إطار الشرعية الدولية يجب أن تلتزم لا يوجد إلا الجهة التنفيذية الوحيدة في هيئة الممتحدة هي مجلس الأمن الذراع التنفيذي القادر على إصدار قرارات هي ملزمة للكيان الصيوني لكن نعود ربما تاريخيا أن هذا الكيان لا يلتزم ويضرب بعرض الحاط كل قرارات الشرعية الدولية فلذلك لن تلتزم يعني بكل واقعية وكل موضوعية لن تلتزم إسرائيل بأي قرار أممي حتى لو تحدث يعني انتفضت كل شعوب العالم الكثير من الدول المؤمنة الضمير العالمي الرأي العامي العالمي انتفض لقاء ما يحدث من إجرام بحق الأشقاء الفلسطينيين ولكن للأسف هذا الكيان لازال متعنتا متزمتا بكل إجرامه ولا يلتفت لكل هذه الأصوات يعني أعتقد في هذا الإطار ربما في إطار سياسي وليس قانوني الطرف الوحيد القادر على إيقاف هذه الحرب وله القدرة على التأثير على الكيان الصيوني هو فقط الولايات المتحدة الأمريكية نعم دكتور ما هي السيناريوهات المحتملة باعتقادك لانتهاء الحرب في غزة يعني هي أكثر من سيناريو على الصعيد الميداني أعتقد أن ربما يمنى الكيان الصيوني وآلة الحرب الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية بخسائر كبيرة تجعله يرتد ويعود أدراجه وبالتالي ينسح من هذه الحرب أو في سياق آخر ربما الضغوط الشعبية داخل المجتمع الإسرائيلي خصوصا من أهالي الأسرة والمحتجزين فلذلك يمكن أن يكون عامل ضغط آخر هذا على الصعيد الميداني أو أن تحقق المقاومة الإسلامية وأدواتها العسكرية يعني نصر كبير وتحقق تلحق خسائر كبيرة في آلة الحرب الإسرائيلية والقطاعات العسكرية هذا من جانب على الإطار السياسي أعود وأكرر وأوقت على هذه النقطة لا يوجد طرق قادر على هذا الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويصدر قرار مجلس الأمن قرارا وهذا محال أو أستبعده في هذا الإطار بوجود البيت الأمريكي أن يصدر قرارا وملزما للكين الصيوني بأن يتوقف عن هذا الإجرام وعن جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي هي مخالفة لكل القوانين الدولية أولا وللمواثيق وللأعراف وللأخلاق وللإنسانية جمعا نعم دكتور ما رأيك بردود الأفعال في مختلف أنحاء العالم حول هذه الجرائم وهذه المجازر التي تحدث في غزة باعتقدك ألن تحدث هذه المجازر موجة عكسية في دول العالم وتحيي من جديد منظمات إرهابية وأناس وأشخاص يعترضون على ذلك ونحن لم ننتهي بعد من هذه المنظمات الإرهابية بالتأكيد أختيارنا في هذا الإطار العنف لا يجلب إلا العنف والعنف والصراع الموجود الآن والحرب الغاشمة على غزة أكيد سيكون لها ارتدادات كبيرة في هذا السياق الذي تحدثت فيه هذا القضية الفلسطينية والظلم الكبير تاريخيا منذ 75 عاما هذا ما تعرضت لي أنتج الكثير من أعمال العنف حتى بعض الأفكار الرهابية والمتطرفة التي خرجت علينا وطفت على السطح المرتبطة بظاهرة الإرهاب كان مردها أن يعلقون شماعة أن فلسطين لم تحل أو قضيتهم العادلة ولم تقام الدولة الفلسطينية ولم تعادل حقوق إلى الفلسطينيين بالتأكيد حتما ارتدادات السلبية على الأمن المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين هي مرتبطة ببروز بعض هذه الظواهر أو ربما ببروز الأفكار الراديكالية المتطرفة التي ستنتج ربما حركات متطرفة بأسماء ومسميات جديدة لذلك على العالم أن يتنبه على المجتمع الدولي على المنظمة الأممية أن تتنبه لهذا الأمر وعلى كل من المنظمة الأممية جوهرها وجوهر مبادئها حفظ الأمن والسلم الدوليين هذه صحيح هي أزمة إقليمية ولكن ارتداداتها خطيرة لتشابك وتشعب الأطراف الكثيرة في هذا الصراع فلذلك يجب أن يتحمل مسؤولياته ويجب على كل الأطراف أن تعي هذه المخاطر ولا أن ننزلق أو أن نذهب باتجاه مرحلة اللاعودة وبالتالي أن يصبح العنف ويتصاعد يوما بعد يوم وتتسع رقته الجغرافية وبالتالي تطال شراراته وضرره الجميع نعم الدكتور عبد الحكيم القرالة أستاذ العلوم السياسية كنت معنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر